قالوا لرسول الله صالح كانت له آية عليه السلام آية ما هي؟ قالوا جاءت هناقة خرجت من بطن صخرة إبراهيم ألقي في النار فكانت عليه بردا وسلاما موسى كانت معه العصر التي انفلق بها البحر وأخرج يده بيضاء للناظرين وكذلك داود عليه السلام ألان الله له الحديد وسليمان سخرت له الريح والطير والشياطين اتنا بآية اجعل لنا الصفة ذهبا وقالوا أيضا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترق في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا فأهل الشرك أقسموا بالله لإن جاءتهم آية ليؤمنوا بها وقد بينا الله سبحانا أعظم آية على رسول الله قال تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم هذا أعظم الآيات وأجل الآيات وقد أيد الله رسوله بآيات كانشقاق القمر كرحلة المعراج كنبع المئن بين أصابع الأهل التي طلبوها قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا ناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أِيْمَنِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قل إنما الآيات عند الله ليس من شأن أن أأتي بالآيات الله هو الذي يأتي بالآيات أنا إن فعلت سأسأل أسأل ربي لكن ليس لي أنا الإتيان بالآيات إنما هذا ما رده إلى الله قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ما الذي أدراك أنك إذا جاءتك الآية ستؤمن قد تأتيك الآية وتستمر كافرا لا تظن أن قلبك الذي في صدرك بيدك الله قال وَاعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ فَقَلْبُكَ الَّذِي فِي صَدْرِكَ لِيسَ لَكَ تَحَكُمٌ عَلَيْهِ فَمِنْ ثَمَّا نَرَى رَجُلًا أَوْ شَابًا يُحِبُّ فَتَاتًا فيها كل الصفات الدميمة لكن من الذي ملأ قلبه حبها إنه الله فقال تعالى وما يشعركم ما يشعركم أنكم ستؤمنوا إذا جاءت الآيات هل تظن أنك تملك قلبك لا أنت لا تملك قلبك في الحقيقة وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون من العلماء من قال لا هنا لتقوية الكلام ليست النافية كما قال تعالى وَحَرَامٌ عَلَى قَرِيَّةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أي محرمٌ ممنوعٍ على قريةة والتي كانت ترجع إلى الدنيا ثانية فلا هنا لتقوية الكلام كقوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك المنعنى ما منعك أن تسجد إذ أمرتك كقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله أي ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله فقوله وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ قال فريق من المفسرين المعنى وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ سَيُؤْمِنُونَ فأنت لا تظن أن الأية إذا جاءتك أنك ستؤمن مرد ذلك إلى الله سبحانه أعمال القلوب موكولة إلى الله ومن ثم قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة نحن الذين صرفناهم عن الإيمان قبل مجيء الآية وسنصرفهم عن الإيمان أيضا بعد مجيء الآية فالذي يصرف عن الإيمان هو الله والذي يقذف الإيمان في القلوب هو الله فلا تظن أن الآية ستجعلك تؤمن لا تظن أن الذي يجعلك تؤمن هو الله فالآيات لا تنشئ إيمانا في الأصل إلا عند من أراد الله له الهداية وإلا فقد كذبت أمم سابقة بالآيات القوم الذين أرسل إليهم إبراهيم عليه السلام رأوا إبراهيم عليه السلام يخرج من النار بعد أن ألقوه فيها جمعوا الجموع وقذفوا الخليل فيها عليه السلام فكانت عليه بردا وسلاما وما ذلك لم يؤمنوا وصفوه كما وصفوا غيره بالسحر وغير ذلك موسيقى